سدود معرضة للانهيار ضمن هذا الوصف وضع خبراء امريكيون معظم السدود الموجودة في الاراضي الامريكية في سياق مخاوف تهدد حياة الالاف وخاصة المقيمين قرب مجاري الانهار بحسب الاحصاءات فهناك نحو 1700 سد معرضة للانهيار في 44 ولاية امريكية هناك الكثير من السدود التي تم تشيدها في النصف الاول من القرن العشرين معظم هذه السدود غير مطابقة لمعايير الجودة ولا بد من اعادة تحديثها وفي عام 2006 اصفر انهيار احد السدود في هواي عن مقتل سبعة اشخاص كمنهار احد السدود في ولاية نبراسكا في مارس الماضي الامور ستزداد سوءا اذا استمرت هذه التغيرات المناخية السيئة والتي كان من المفترض اخذها في الاعتبار عند تصميم هذه الانشآت وفي اكتوبر عام 2015 تعرض نحو 20 سد للانهيار في ولاية نورث كارولينا بسبب اعصار قوي تعرضت له الولاية في ذلك العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة